السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف وهذه أهم 77 ثانية صارت في التقنية آخر يومين أبدأ أول شيء بالتنبيه الذي يحاولون أن يحملوا نسخة آي او اس 14 النسخة الجديدة من النظام والواجهة التشغيلية حق نفس الآيفون فلا تحملوا هذه النسخة إلا إذا أنتم مطورين وعارفين في مسألة الأخذ والعطاء مع نفس الجهاز لأنها موجهة للمطورين النسخة الأساسية في نهاية السنة تكون ناضجة بالكامل وأبل والدعم الخاص فيهم سيسندوكم وقتها وأيضاً بحكم العادة مع مؤتمر سبتمبر تطلع على آيفونات الجديدة ويتم تحديد الأجهزة والتاريخ حق نظام آي او اس 14 وهو النظام الذي فيه الحركات الكثيرة التي رأيناها من كم يوم والذي يستخدموا أندرويد يستنسف الفقرات التالية وأنتحدث عن ثلاث أشياء مهمة مع التحديثات الجديدة وخصائص جديدة للآيفون فأول شيء نتحدث عن صورة في صورة مسألة الصورة في صورة شيء مطلوب مرة بكثير بأنك مثلاً تتفرج على فيديو هذا الفيديو يصغر وتكمل شغلك على الآيفون وبعد ذلك ترجع للفيديو أمورك طيبة ما يصير تعطي العملك وأيضاً تصير على سبيل المثال الصورة في صورة ساندتك موجودة في أندرويد الوجد على الشاشة الأساسية ستأتي كخاصية ونتحدث عن مستطيلات صغيرة تظهر بعض المعلومات المختصرة تابعة لبعض التطبيقات وبالتالي معلومات التطبيق تشاهدوها باختصار ولكن في ذكاء اصطناعي سيكون في الموضوع فنفس المستطيل الذي يحوي معلومات عن النقص سيتغير تلقائياً حسب استخدامكم للجهاز والمفروض يتحول إلى جدوى المهام أو تطبيق صحة أو شيء آخر على حسب استخدامكم في التطبيقات ودعم التطبيقات لهذا الأمر فهذه موجودة فقط بدون الذكاء اصطناعي لم نرى حركة ذكاء اصطناع قبل ذلك على الاندرويد في الوجد والمترجم الفوري سيتعرف على اللغة ويأخذها ولكن عندما تعمل على الجهاز ويأتي مكالمة لن تذهب إلى الشاشة كلها لا، سيكون هناك شاشة مصغرة فيها المكالمة وهذه الموجودة أيضاً على أجهزة الاندرويد وعرفنا هناك أشياء في الاندرويد وموجودة في آي او اس وبالتأكيد هي منظومات وكل واحد يطور منظوماته وأكيد هناك أخذ عطا ما بين الاثنين وهذا الشيء الحميد لأننا المستخدمين التي في النهاية لا نحن المستثمرين في الشركات فإحنا المستخدمين عندما يأتي الأشياء الكثير من الأشياء كانت هذه أهم 77 ثاني يجبكم دائماً مشتركين وفعلين التنبيهات واختصار أعطيتكم الزبتة وانتبهوا لا أحد يحمل او اس 14 إلا عندما يتحمل المسؤولية حقيقة الأشياء التي يمكن أن تحدث سمحنا الله ومحمدك أشهده لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك أشوفكم على خير بإذن الله ولا تنسوا تشتركوا وتفعلوا التنبيهات